احدث انواع الاختراق للخصوصية بهذه الطريقة هيا بتتبعت من اي رقم يا بش مواندس ولا هيا يعني خلينا نشرح لكل الاهالي هي اللعبة دي عبر عن ايه انا عشان انا نفترض ان الشخص انا بتكلم عن شخص مجهول دلوقتي عشان اتواصل مع ابنك اكيد هو معاه موبايل في واتساب بالزبط وهو اكتفيت عن طريق رقم موبايل مصري بالزبط موبايل عربي فبيجيلوا رقم مجهول بلس وان سيفن ثري سيفن فرقم مجهول وعليه الصورة بتاعتمو اللي احنا شايفانها دلوقتي يبدأ يكلمه على حسب استهداف الرقم والدولة مصر اولوطن عربي عربي اللغة الاولى انجلش لغة تانية يعني هي متدولة في كل دول العالم على حسب اللغة بتاعتها وبكل اللغات دي خطراتها طبعا فانت بجيش تقول لي لي اصلا يعني ثقافة ابني مش قوي اه مش في الانجلش او غيره لا بأي لغة ولما بيتكلم معاه هو بيسأله وليكن تلات اربع اسئلة فيه فضول وفيه تجاوب من او استجابة من الطفل طبعا يبدأ يبعث له صورة معينة الصورة دي في برمجة خبيثة في فيروس سباي وير ملف بيعمل اختراق للتليفون يقدر يقولك سجل المكالمات فانت بتقولي ايه مام او ماما او كذا فيجي يقولك انت كلمتي ماما بارح وحصل كذا 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 او انت مين فلان بيعرف الاسماء لانه بيخترق الاسماء ويخترق سجل المكالمات والبات ساب طبعا المحادثة بزبط فبيعرف اكثر جهات الاتصال نشاطا بينك وبينهم في حاجة متدولة بينك وبين اشخاص معينة فالاطفال اللي عندهم 8 سنين 13 سنة بزبط يتقاريف منين لسه ما عرفش الاي اي ما عرفش الزكاء الاسطناعي ما عرفش ان الموبايل يتكلمه فتا سيرفر تخادم في طرف اخر طبعا بيبقى يعني مشتائن هو عايز يعرف وانت عرفت ازاي ان انا كلمت ماما بارح او ان انا كلمت صحبي مسجل فانا بعض الجهات او بعض وسائل الاعلام قالوا او اختراق للتليفونات الاطفال عشان يسرقوا بيانات الكلام تحليل امني غلط ياخد يخترق خصوصية ويسرق معلومات الاطفال او التليفونات للمراهقين عشان يثير فضلهم ويخليهم يكملوا معا هي دراسة عالمية للذكاء الاسطناعي واحنا دراسة في 2018 في آخر 2018 اللي انا بقوله ده يتحقها في 2020 ان يقولك اطفال مصر بيفكروا ازاي اطفال السعودية بيفكروا ازاي بطرق من الطرق دي طب ايه الخطر يا بشمانس في اللعبة دي يعني احنا كنا بنقول الحوت الازرق انها بتوصل للنهاية الانتحار او القتل طيب المومو بتوصل لايه الحوت الازرق هو ما شابه اسئلة طب يديره توفي من خبراء علم نفس لو ما جابتش صح هتجاوب غلط في اديك سؤال تاني اللي هم ليه تارجت ليه ليه استهداف في حاجة تموت يعني تموت تنتحر تأذي نفسك خلاص ده ده الكونسبت اما مومو عدد غير محدود من المحادثات توصلك لشيء غير معلوم احنا لسه مش عارفين لسه مش عارفين لسه مش عارفين فاحنا في الاول منقول ان هو بيبعت لك صورة او فيديو يثير فضولك يثير فضولك عشان يخترق حاجة معينة طب ممكن يفتح لك الكاميرا ممكن يوصل الاطفال وده اكثر خطورة من ناحية الجنسية صور نفسك صوري نفسك بطريقة ما طبع صوري بابا وماما صوري مش عارف ايه يقدر يعمل كده لان خلاص هو يعني واسق بالزبط كده سيطر على عقله بالزبط انا مش بتكلم كلام انشا الكلام ده احنا عملنا ليه دراسات في مصر 2009 امريكا عملت 2011 كل دولة عملت دراسات عن الكلام ده خمس سنين لثمان سنين بيفهموا يعني ايه بحية اليوتيوب خطر على الاطفال طبعا الاطفال اللي عندهم هوس وإدمان وإفراط فين هم يصوروا سيلفي وعندهم ادوان يصوروا كل حاجة عن طريق الموبايل فيه علامات لإدمان الطفل بان ابنك مدمن بنتك مدمنة وده خطر بزبط احنا بتكلم في اخطار فانا بقول ان ابنك او بنتك اللي في من خمس سنين لثمان سنين شايفه ان هو بيعمل تاني ايه ده فجأة كده وقعه وفيه ايه هو معرفش عن اصدع معرفش ان عنده حاجة في العنق او حاجة في الرقبة او حاجة في عضلات جسمه واجعاه وباله اربع ساعات بيلعب وانت يا ام انت بشو اخد بالك طبعا خلي بالك ده مدمن اشتركوا في القناة